نروح لرياضة تانية يا ما بتسعدنا والحقيقة ان الرياضات الجماعية طبعا بتكون بتحظى بجماهيرية كبيرة الكرة فيها المقدمة نقدر نقول ايه بيجي بعدها بشكل مباشر الهانبول لما يقدموا على مدار التاريخ اجيال مختلفة من اداة ومن انجازات ومن القاب ومن منفسة على اعلى مستوى مع ابرز واشرص المنتخبات على مستوى العالم فاحنا مصنفين تواجدنا وسط الكبار وسط كبار اوروبا في عالم كرة اليد الحمد لله احنا متواجدين معهم ولكن احنا ان شاء الله هنكون داخلين على مهمة كلال شهر يناير يعني شهر يناير فيه احداث كتيرة متعلقة بالرياضة والرياضة الجماعية بالتحديد سواء الكرة في كاس امم افريقيا او كمان كرة اليد مصر هتكون متستضيف حدث رياضي وهو نهايات برضو كاس امم افريقيا ولكن لكرة اليد والمؤهلة باذن الله الاولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين البطولة هتكون في الفترة من سبعة عشر وإلى سبعة وعشرين يناير واكيد منتخبنا دائما وابدا مرشحة فوق العادة انه هو ان شاء الله يكون بيفوز بالبطولة اللي بيحمل لقبها وانبارح كمان استقرر الاسباني بستور المدير الفني لمنتخب اليد على اسماء اللعبين المشاركين في بطولة كاس الأمم الافريقية اللي هتكون مصر ان شاء الله بتستضيفها في شهر يناير فخليني كده استعرض مع حضراتكم القيمة اللي ضمت تسعة محترفين من دوريات اوروبية وعربية في حراسة المرمة كريم هنداوي محمد علي وايضا محمد عصام جناح ايصر احمد هشام سيسا مازن رضا وظهير ايصر علي زين وعبد الرحمن فيصل وهشام صلاح اما بالنسبة لصانع الالعاب احمد خيري يحيى الدرع سيف الدرع ظهير ايمن يحيى خالد مهاب سعيد محسن رمضان جناح ايمن محمد سند واكرم يسري والدائرة ابراهيم المصري محمد ممدوح هشم احمد عادل وخالد وليد كل الامنيات بالتوفيق بإذن الاداء رائع وكالعادة من منتخب مصر لكرة اليد الهيمنة على مستوى الافريقي الحمد لله دائما من نصبنا وبإذن الله نكون بنسهل على نفسنا الطريق ونصعد بشكل مباشر لدورة الالعاب الأولمبية في باريس عشرين اربعة وعشرين لان طبيعي جدا نحن نكون بنشوف منتخب مصر موجود في الأولمبيات وشوفنا اداء مميز جدا جدا في النسخة السابقة بإذن الله نكون بنحصد ميداليا في النسخة القادمة من كاس أمم أفريقيا وعلى مستوى بقى أو من نحصد ميداليا على مستوى بإذن الله دورة الالعاب الأولمبية على مستوى التنظيم بنتمنى طبعا التوفيق لكل المسؤولين لان احنا متعودين ان احنا في الفترة الأخيرة بنشوف دايما بنية تحتية مميزة تنظيم قتلات طرق بتكون مسهلة لكل المنتخبات الموجودة وشوفنا ده بيتحقق والاستدات والملاعب كل حاجة كل التفاصيل المتعلقة بتنظيم البطولات سواء على مستوى القاري أو على مستوى الدولي الحمد لله أثبتنا نفسنا فيها وأكدنا يعني ان احنا قد ايه نصلح لده وكسبنا الثقة كل الاتحادات الدولية ان احنا يكون مصر دايما في مقدمة الدول اللي قادر على استضافة البطولات الكبيرة فالحمد لله قدر من حقه دفد على المستوى الإداري والتنظيمي عن مستوى الفني بإذن الله كلنا ثقة في منتخب مصر الأول لكرة اليد